اشتركوا في القناة وقدي ايه انا مهمة في حياتك شكلك عملتيها يا علا بقولك ايه باش مهندس باسيوني اقمورني يا جبير تفتكر لو فعلا الستات زي ما بتقول كده قاعدين في مكان ما فوق بيتفرجوا علينا تفتكر المدام بتاعتك كانت هتقول عليك ايه بص هي زينب غالبا بتبصلي دلوقتي وهي بتفكر هتعمل فيها ايه لما ترجع اصلي خاربها ايه خاربها ازاي يعني مش فاهم لا اوعى زينك يروح لبعيدة باش مهندس خاربها يعني بروح بمزاجي طول اليوم على اهوة بشغل الافلام اللي على مزاجي انت دماغة باش مهندس باسيوني والله وانت علاء تفتكر نيفين بتقول عليك ايه اكيد زعلانة مني ايه زعلانة منك انت ده انت الراجل الوحيد اللي في مصر اللي امرطه او خطبته اكيد مش زعلانة مني لما هتشوفني قاعد دلوقتي في الشغل وحياتي ماشي عادي مش تقولي الوقت بادور عليها او احاول الاقيها اكيد هتزعل الله يرحمك يا رجولة اوه انت ابش مهندس شريف تفتكر المدام بتقول عليك ايه دلوقتي بيتهيقلي كده ان علاء مستمتعة جدا اني فعلا مش عارف اعيش من غيرها هتفكرني بكل حلة تحرقت وكل طب خبازت وكل مرة بتطر فيها اكل مع جاري الاستاذ علي اللي طبيخه يعلم العفة لا بجد عالة دايما كانت بتقولي انت ما تعرفش تعيش من غيرها ودلوقتي اكيد هيتأكدت انها صح ما احنا عايشين اوفل للفول ما تحبكوا هاش يعني ربنا يخللنا محلات الفول والطعمية والكشر هو ده اللي همينكو اكلكو شربكو هم اكيد هيكتقبوا لو سمعوا كلامكم ده يا بش مهندس علاء انت كمان ناسي حاجة مهمة جدا غير العاكل والشرب مفتقدينهم فيها ياوة بصراحة هيا استاذ باسيوني لا مغزن لا مغزن لما فكرت شوية حسيت اننا بنفكر في الستات كأنهم زينا ممكن يقضوا وقت طويل ماشغلين بالفرج علينا زي ما احنا بنعمل عادة يعني على القهوة او في الشغل او في اي مكان بس غالبا الستات لما بيتجمعوا مع بعض اخر حاجة ممكن تشغلهم انهم يتفرجوا علينا غالبا هم دلوقتي اخترعوا حاجة جديدة يضيعوا بها وقتهم في المكان اللي هم فيه يتنقشوا في صفات طبيخ أو موديلات هدوم جديدة وفين وفين لما يجي على بالهم يشوفونا بنعمل ايه بش مهندس شريف ازايك يا أستاذ علي عامل ايه نحمد ربنا قاله هو أكرم باشا ما عندوش حقيقة أخبار لا للأسف مفيش أخبار اه طيب أنا كنت عايزك في موضوع بسيط كده قطعت أمرك تفضل لا مش هينفح هنا تفضل عندي خير يا أستاذ علي والله يا بش مهندس أنا بس كنت قاعد في الصالة وسمعت الحج يعني ايوة يعني سمعت الحج بيزعب علو صوته يا مزز ايه الحلاوة دي ايوة كده وحاجات كده يعني فقلقت عليه يمكن يكون تعبان ولا حاجة بس مرضتش هزعجه أنا والله يا بش مهندس بقولك يعني من قلق عليه قصة دي مش أول مرة تحصل كمان مش أول مرة تحصل لمؤخذة يا أستاذ علي انت عارف بقى السن لو أحكامه حصل خير يا بش مهندس أهم حاجة صحة كامل بيه اه فعلا أهم حاجة صحته طب بعد إذنك أنا هستأذن أنا مع السلامة ازايك يا بابا اهلا ايه كل المجلات دي يا بابا دي مجلات فنية ما أنا عارف انها مجلات فنية جبت كل دول ليه؟ مفيش أصلي حبيت أتابع أخبار الفن أخبار الفن؟ اه وريني كده سماح الشربيني صفاء النمر ساندي زيزي ايه الأغلفة الفنية دي كلها يا بابا؟ بتسلى مفيش مشكلة بس يا بابا يا ريت يعني تبقى تتسلى بصوت واطي لحسن أستاذ علي سمع قصايد الشعر اللي بتقولها في الأغلفة الفنية أنا حر صحتك يا حاج صحتك الله يرحمك يا أمي نبوئتها تحققت لما قالت إن الحاجة الوحيدة اللي هتمنعك عن الستات بعدها إن الستات كلها تختفي وهم راحوا كلهم يا حبيبي راحوا عشان تفرح أنت أمك الله يرحمها تفتكر ماما لو كانت شايفانا دلوقتي بغض النظر يعني عن إنك تجوزت بعدها يا نرجس اللي أصغر من ابنك بعشر سنين يعني كانت هتقول عليك إيه؟ يا ابني أنا تجوزت نرجس عشان تخدمني إنما أمك وهو فيه زي أمك يا شريف أصيل يا حاج والله مال شوف يا شريف أمك دلوقتي أكيد مش مبسوطة لأن أنا مش مبسوط أنا بيتهيق لي يا بابا الموضوع ملوش علاقة مش ضروري يكونوا مش مبسوطين لما نكونوا مش مبسوطين بص هم لو كانوا فعلا لسه موجودين فأكيد هم مش شايفين بنعمل إيه وهم أكتر حاجة كابت دايقهم هو اللي بنعملوا بي دايقهم يعني مبسوطين طيب أيوة علاء افتح الفيسبوك يا شريف نيفين عملت بوصة على الفيسبوك يا شريف إيه أنا مش مصدق نيفين أكيد موجودة عملت بوصة على الفيسبوك استنى بس علاء استنى كده وفهمني بص مش هينفع فهمك خش على الفيسبوك دلوقتي استنى طيب بافتح اللاب توب في إيه يا ابني لا 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 مفيش حاجة يا بابا مفيش حاجة ثواني بس علاء عايزنا شوف حاجة ها فتحت ولا لسه بافتح الفيسبوك أهو أيوة ايوة ايوة معاك خش على صفحة نيفين عندك ايه على الفيسبوك نيفين 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 ايوة انا على صفحتها دلوقتي ايه الوزة الجامدة دي دي بطة من اللي بيتكلم جامبك ده شريف لا مفيش حد عليها مفيش حد متاخدش في فيلك ده بابا بس بيتعايز يتعشى وزة وبطة وكده يا حج يا حج عيب كده يا حج شايف اخر صورة معمول لها بوست الصورة اللي بتبعت فيها بوست على قديها ايوة ايوة فتحتها اللهم صلي على كامل النور شايف التاريخ؟ ايه ده ده تاريخ النهاردة نيفين موجودة نيفين موجودة يا شريف انا كنت حاسس انا كنت حاسس يا حبيبتي يا نيفين